في تقرير كده عاملينه الزملاء في الإعداد بضع عنوان ماذا تغير في الوداد المغربي منذ نهاية دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي أمام الأهلي خلونا نبدأ بالإدارة الفنية للوداد الإدارة الفنية بيرحل وليد أركراكي عن الفريق بعدما توج بلقب دوري الأبطال بيتولى تدريب الفريق الكابتن منتخب المغرب يحقق الإنجاز التاريخي معهم بحص المركز الرابع في كأس العالم الأخيرة وليد أركراكي بيترك الوداد بيروح يدرب الفريق المنتخب المغربي بيحصل طبعا معهم على رابع العالم إنجاز كبير جدا لوليد الركراكي يعني أول حد في التغير الحصل في فرقة الوداد المغربي منذ أن فازوا به اللقب السنة أو السنة اللي فاتت رحيل وليد الركراكي رقم 2 رجالة لسا مكملين فيها الإدارة الفنية الحسين عمود تولى تدريب الفريق لمدة مباراتين فقط ورحل بسبب سوء النتائج رقم 3 المهدي النفطي بيتولى تدريب الفريق لمدة عشر مبارات قبل ما يتم الإطاحة به برضو بنفس السبب سوء النتائج الرقم 3 أخوانا كارلوس جاريدو بي رغم قيادته للفريق إلى وصوله بالفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بس الإدارة إدارة الوداد قررت أن هي تقيل بسبب عدم اقتناعها الفنية بما يقدمه أخوانا كارلوس جاريدو طبعا هو كان مدير الفني للنادي الأهلي أخيرا البلجيكي سفين فاندن بروك بيتولى تدريب الفريق قبل مباراتين سانداونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بينجح مع الوداد المغربي في الوصول إلى النهائي طيب ده بشكل سريع ما حدث من تغير في إدارة فريق الوداد المغربي نروح لتشكيل الوداد المغربي في حراسة المروة يوسف مطيح هيكون هو حارس المرمة في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد عودته من الاعتزال عقب انتهاء موسم أحمد رضا تيكناوتي بسبب الإصابة بيعود تاني من الاعتزال وهو بيحرص عرين الوداد المغربي ده بالنسبة لحراسة المرمة خط الدفاع معنا أرسن زولا أمين أبو الفتوح هم قلب دفاع الوداد خلال الموسم الحالي بشكل أساسي بعد رحيل أشرف داري للإحتراف في فرنسا والإبقاء على أمين فرحاني كبديل بعد تراجع المستوى ده بالنسبة لخط دفاع الوداد نروح لخط الوسط عندنا عبدالله حيمود بيصبح العنصر الأساسي بدل من جلال دودي بجانب يحيا جبران ورضا الجعيد كمان في خط الهجوم محمد ونجم أصبح أساسي في خط الهجوم الوداد بعد عودته للفريق بجانب الوافد الجديد سامبو كثنائي هجومي جديد الموسم الحالي بجوار طبعا زهير المترج ده التشكيل الخاص بفريق الوداد والتغيرات اللي حصلت في فريق الوداد من ساعة مكسبو البطولة السنة الفاتت على صعيد الفني الإدارة الفنية وعلى صعيد التشكيل اللعيبة ترجمة نانسي قنقر